صباح الخير من جديد مشاهدينا برحب فيكم وأسمحولي رحب بضيفي خدم رعية سيدة الساحل أبونا بيتر حناء أهلا وسهلا فيك أبونا الله معي كريتا الله يحفظك اليوم عنا موضوع جميل جدا هو فلسفي ولكن أكيد مش رح نصعبه على المشاهدين وهو معنى الحياة بالمنظار المسيحي شو هو معنى الحياة؟ هاك من الآخر معنى الحياة أول شي هذا السؤال اللي كلها مسأله هذا السؤال الفطري قلت فلسفة هاك بالمقدمة قلت طرح فلسفة ليش فلسفة؟ لأنه بتعدى المنظار المسيحي تيشمل عكل إنسان حتى غير المسيحي حتى الغير مؤمن بأي ديانة حتى الملحد أي شيء أي حدا بيسأل حلوة السؤال شو معنى الحياة؟ شو اللي بيعطي الحياة معنيها؟ أوكي؟ فإذاً هذا الشيء فطري وضع جواة الإنسان وهو بيحركه ولكن الإنسان حتى يلتقى بمعنى حياته بده يعرف يوجهه فإذاً الإنسان ما قاله فضل أنه هو يدور عن معنى الحياة لأنه هذا الطوق موجود بكل إنسان طوق فطري من قلله ولكن لي أنا فيني أعمل وأنه أنا أوجهه وكل الناس بيوجهه ولكن مش بالطريقة ذاتة ومش كلهم بيتوفقه نعم قبل ما نكفي بالفكرة أبونا كثير من الناس ما توقفوا عن البحث لمعنى لحياتهم وكثير عاشوا فراغ رغم وصولهم لأهدافهم وسؤل أحد المشاهير مشاهير هو لاعب رياضة البيسبول عما شو كان بده يعرف هو وقت البدأ بممارسة رياضته وأجيب أود لو أن أحد حذرني أنه عندما أصل إلى القمة لن أجد شيء برأيك إلى ماذا يسعى كل إنسان منا بحياته وإلى ماذا يصبه عشو عم بيفتش الإنسان؟ أوف يا ريتا يعني أنت جبتيا لهالكوتيشن بمحلة إنسان كان حاضط طموه ومفكر أنه معنى حياته هو أنه يوصل للقمة مثل ما كتير ناس بيحطوا طموح وبس يوصلوا له أي وبعدين وهون بحب حتى هذا السؤال اللي إحنا كلنا بنسأله فان وات بنقول بالإنجليش وبعدين شو؟ أي وبعدين شو؟ أنا وصلنا لمراكز وصلنا بس بعدنا نحسين بفراغ ليه؟ أنا وياك عشنيها يعني بيوم الأيام قالنا بس نخلص مدرسة بنرتاح بنستمتع بالحياته خلصنا مدرسة بعدين قلنا إيه معنى شهادة لا بدنا نلاقي وزيفة وبعدين منرتاح بنستمتع بمعنى الحياته طلقينا وزيفة إيه؟ بعد في شي دان وطن رجعنا سألنا طيب وبعدين شو؟ طيب قلنا بلكي منتجوز بيصير في معنى للحياته تجوزنا بس بعدنا إيه؟ جبنا أولاد أو بالأحرق لنا بس نجيب أولاد بيصير في معنى للحياته اتشرفنا أنه طب بس يكبر أولادنا طب بس يتجوزوا جوزوا أولادنا بس يجيبوا أولاد ريح نضلنا كل حياتنا ندور عن معنى الحياته فيني يقول مثل أو قول قديس أغسطينوس يقول لن يرتاح قلبنا قبل أن أو لن يهدأ قلبنا إلا فيك قبل أن يرتاح فيك بيقول قديس أغسطينوس يا ريتا لقد خلقتنا إليك يا الله ولن يرتاح قلبنا إلا فيك شفت كيف؟ مشان هيك إذا بدك من أن تنفوت على المعنى المسيحي لمعنى الحيات نحنا كمسيحيين كأيمان مسيحي شو منقدم للإنسان؟ تاكتشف معنى حياته أول شي ما نقول له تاكتشف معنى الحيات بدك تشوف الحياة بالأساس ليش موجودة يعني مش للحياة إلا معنى بحد ذاته لا معنى الحياة هو خيار في كتير ناس قرروا ما بدهم معنى الحياة تركني أنا عم أشرب وإسكر تركني أنا ضايع هناك أنا مرتاح هناك خيار ولكن نحنا لكل الإنسان بده منقول له حياتك فيه كون إلا معنى ولكن من حياتك بده تربطبي معنى فإذا الحياة بحد ذاته ما إلا معنى ولكن الهدف اللي أنا بدي حطه فيه هو اللي بيعطيه معنى حلو على التفسير وهون منقول إنه المعنى لا يأتي من الأمور نحن منعطي الأمور معنيها فإذا أنا بدي أخذ لحالي هيدا المعنى وأربطه بحياتي أوكي؟ الإيمان المسيحي شو بيقدم؟ أول شي بيقول للإنسان تكتشف شو معنى حياتك بدك تشوف أنت بالأساس ليش هون؟ بالأساس ليش خلقت؟ تكتشف أنا شو معنى وجودة؟ بدك تكتشف اللي جابني بالأساس ليش جابني؟ شايفي شو؟ وهيدا الميزة اللي بيعطيه الإيمان المسيحي يعني غير فلسفة ممكن تلاقي معنى بالسعادة هون أو هون أو هون ولكن الإيمان المسيحي بيعطي ميزة أنه بيقلي أنا من وين أجيت؟ بيقلي ليش أجيت؟ ليك شو بيقلي الإيمان المسيحي؟ أنت أجيت من الحب لي خلقك خلقك لأنه بيحبك وخلقك الحب وخلقك تتحب ليك شو حلو؟ أنا أجيت هون لأني محبوب مثل ما بيقول أغسطينوس الله أحبني قبل أن أوجد أحبني فوجدت مش وجدت فأحبني يعني أنا من الحب وجدت هو سبب وجودي طيب كيف وجودي بدي أخد معنا من دون الحب؟ نحنا هيدا فرصة حلوة كمسيحيين حلو كتير تنرجع إيماننا حلو لأنه كتير أوقات حتى إيماننا ما بيعطينا معنا ليش؟ لأنه ما نو إيمان مستقيم في عندنا هالمصطلح الحلو الأورثوذوكسي ما نقول إيمان القويم هذا الإيمان القويم هو اللي بيعطي معنا للحياة لأنه بكتير أوقات بتلاقي ناس معلق مسابيح وعم يعملوا كل سلواتهم ولكن لإخير تقربع حياتهم تلاقيهم تعصى طيب ليش أنت تعصى؟ لأنه ما دخلوا للعمق لأنه ما لتقوا بإله وهون ريتا بدي أشرح كلمة الإيمان شو هو الإيمان بالمعنى المسيحي؟ شو هو؟ الإيمان هو العلاقة إذا كان الحقيقة بالمعنى المسيحي هي شخص فالإيمان بهذه الحقيقة هو العلاقة مع هذا الشخص فأذن تنفتح دينايتنا شوية الإيمان المسيحي هو علاقة هو مش شوية أفكار أنا بيأخدون مش شوية أجوبة أنا بنيلون على أسئلتي مش شوية حلول أنا بلتقى فيهم لا تنكون من تبهين معنى الحياة ما بيجي من وراء كتب وقرأ مش من وراء سؤال أنا سألته لأمونة بيتر وجوابني عنه لا أبداً معنى الحياة أنا ما بقدر أعطي ولا أنت ريتا أنا وياكي شو عم نعمل اليوم؟ نحنا اليوم عم ندل الناس كيفيهم نكتشفهم معنى حياتهم عم نعطيهم الخيط ولكن كل الإنسان بيكتشف هو معنى حياته من خلال علاقته بأله وبس فإذا نوال معنى الحياة بالمنظر المسيحي علاقتك مع الله الله هو يعطي معنى الحياة ليش؟ لأنه بكل بساطة مين أعطاني الحياة؟ هوي هوي الله طب كيف بدي أنا عيش معنى الحياة من دون الله؟ أبونا فينا نقول من خلال علاقتنا مع الله وأيضاً من خلال علاقتنا مع أخينا الإنسان في نفس الوقت علاقتك مع الله وعلاقتك مع أخيك الإنسان إنهم شي واحد كيف؟ علاقتك مع الله هي البداية بيقول يسوع رح أختصر لكم كل النموس والأنبياء بواسيتين أحبب الله هيك بيقول وأحبب قريبك هكا نفسك مظبوط؟ هوا الواسيتين اللي علق فيه من يسوع كل رسالته ولكن بيناتهم بيقول شيء أوقات كثير ما بنتبه له شو هوي؟ بعد ما بيقول أحبب الله بكل قلبك وكل نفسك وكل بيقول هذه هي الوسية العظمى والأخرى تشبهها فإذاً هذه هي الوسية العظمى يعني هذه هي البداية ينتقى إذاً أنا أحب أخي الإنسان بدي أنفتح حبي مع الله نحن كثير أوقات نفكر الله قاضي أنا ألتقى فيه بس حتى يشوف إذا أنا أحب أخي الإنسان أو لا إذا أحب أخي الإنسان بيكيفيني بمعنى إذا ما أحب أخي الإنسان بيجازيني بيهلك وهون بدي ألفت الانتباه يا الله يا ريتة شو الموضوع حلو وشو كبير وشو فيه مصطلحات أوقات منقولها وما منفهمها يعني أوقات كتير منقول الخلاص مظبوط شو هو الحلس شوه الخلاص الخلاص هو المعنى مهم شوه المعنى الحياة هو الخلاص و لكن المشكلة هي وقت اللي منقول أنه الخلاص هو بالحياة الأخرى الخلاص يبدأ هون هيك قل لي يسوع صحيح قل لي يسوع ملكوت الله يقول يسوع ملكوت الله هو حاضر الآن. ها هو ذا الآن حاضر في قلوبكم في قلوبكم. يعني يعني بعلاقتكم مع الله. شفت كيف؟ اللي هي آخر شيء بتنعكس علاقتكم مع الناس. نحن شو بنعمل ريتا؟ نحن بنروح ضغرل عند الناس. نبني عليها معهم منذ ما بنبني علاقتنا مع الله. الله هو البداية. هونيك بتبلش القصة كلها. ولكن شو حلو؟ كنت عم قول من شوي انه الخلاص. رح قللك ضغرق الكوتيشن اللي بيقولها البابا بنيديكتوس. اللي قريتها مؤخرا وشو رهيب هالبابا هالمخ الكبير. بهايك بكلمتان بيفسرلك فلسفة كبيرة. بسأله أحد الصحفيين. أحد الصحفيين اللي قاله في كتاب ملح الأرض. واللي هو عبارة عن مقابلة مع البابا بنيديكتوس. بقيمة كان جوزف رتسنجر. يعني بقيمة كان كاردينال مش بابا. بيسأله سؤال. بيقولوا الصحفي سألتوا للبابا سؤال. قلت له كيم طريق في تنوصل لعمد الله؟ وبيقولوا الصحفي كنت فكر البابا بنيديكتوس هيقلي. يا أما طريق واحد اللي هو يسوع مسيح. يا أما كذا طريق مثلا يقلي القربان. مثلا يقلي الصلاة. يقلي الاعتراف. بيقولوا البابا بنيديكتوس شواب كتير حلو وصاعق. بيقولوا كيم طريق في تنوصل لأ الله؟ بعدد سكان الأرض. كل إنسان عنده طريق خاص لعند الله. أكيد عن طريق يسوع مسيح. ولكن احنا شو بنعمل؟ أو قد ناخد نسخ. أنا بدي أصير مار فرانسيس. أنا بدي أصير لأديسي تاريزة. شعرت كيف شو بنعمل؟ بدي يعيش نفس الصح. كل إنسان وصل لأ الله على طريقه. بيستفيد منهم. بياخد منهم هالروح. ولكن بالآخر في طريق خاصة فيي بين وبين الله. أنا دائما شو بعمل؟ أنا بسعك تكون نسخة. لا. أنت بحد ذاتك فريد من نوعك. الله بده إياك تكون مثل ما قمت. يعني فرادة الإنسان هي المطلوبة. وهون ذكرتني بقول لك يا رالوبيك مؤسسة حركة الفوكولاري اللي قالت إنه شبهت الله والإنسان أو الناس كلهم بالشمس. الساطر هو الله وكل شعاع هو بواحد مننا. نعم. وكلنا وصلين لأ الله بطريقتنا وبفردتنا. شو حلو. شو حلو وقت اللي أنا باعرف إنه أنا عندي طريقة خاصة أمشية بستفيد من كل شي حوالي. من هون بقول لهم المعنى الحياة هو وقت اللي أنا بيخد كل شي ترجع رجع على نقطة وحدة أنا و الله. حول كل شي لعليقتك بأله. الأفرح. الألم. الصعوبات. الطموحات. المشاريع. الأحلام. كل شي يحطه قدام الله. رجع حوله لهونيك. أي خبرة بتعيشها خلال النهار. رجع فكر. هاي دي ونضة تخدني مع الله. نحن ريتا شو بنعمل؟ بنكبر كل يوم جسديا. بنغذي حالنا. مظبوط؟ نكبر كل يوم عقليا. نقرأ كتب. وروحيا. ولكن ماذا عن روحنا؟ ياما فيه أطفال روحيا. ياما فيه أجساد كبيرة. أقول كبيرة. ولكن الروح ما زالت طفل. بعدها. كلمة طفل إيجابية. خلينا نقصى شوي. نقول ولد روحي. قزم. ولد. يعني بعده ما نمي. طيب أبونا كيف بترتعى السؤال؟ ماذا ينفع الإنسان أو ماذا يفيد الإنسان إذا ربح العالم كله وخسير نفسه؟ هيدا ما السؤال؟ هيدا جواب. ياسوه عم يجيب كل واحد منا. عم يقول له. يا قلبي أنا حطيت فيك طوق. تتوصل إليه. بيوم من الأيام حطيت فيك هذا الطوق وعطيتك كل الحرية. ليش؟ لأنه بدي. هالعلاقة بين وبينك تكون مبنية على قرارك الخاص. ولكن يا ابني أنت بوقت من الأوقات مثل ما عامل آدم. بوقت من الأوقات. وكل يوم نحن عم نعم ريتها. عم نروح ندور على معنى آخر. عم نروح للضمانات السريعة. عم نروح للأجمب المعلبة. عم نروح حتى ندور على معنى ورا المال ورا الشهوات ورا السلطة. ما هو السبب الأساسي ورا كل هؤده؟ كلنا عم نوحس عن معنى الحياة. اللي بيروح للشهوات أو الملزات. ليش اللي راح نعندها بالأساسي؟ راح نعندها لأنه الطريق الأقصر لمعنى الحياة. اللي بيروح لعند المال. ليش بيروح؟ بيروح حتى يشتري معنى الحياة. اللي بيروح لعالسلطة، ليش؟ بيروح حتى يجبر الآخرين يحبوه. وهو منقول الحب هو الهدف هو المعنى هو المعنى الحياة خلق الله الإنسان على صورته كمثاله ليش منشعر بالفراغ إذا إذا نحن على صورة الله الله لا أكيد منه فراغ ولا بيشعر بالفراغ هو مكتمل هو الحب ليش بعض الأحيان يعني منشعر بهالفراغ إذا كنا على صورته يعني عريدت عم تتلي إياهن أنت عم تجيبيهم بمحلهم عن جد هالكوتايشنز أو الآيات اللي عم تجيبيهم عم تخدني لسلب الموضوع نحن مزبوط خلقنا على صورة الله ولكن هل نحن الآن صورة الله هل نحن صورة نقية ريتها معنى الحياة هي صورة الله معنى الحياة هو وقت اللي أنا بوصل إلى نقاوة هذه الصورة شو المشكلة بهذه الصورة إن تشوهيت مثل هل أنا بعطيك صورة ألوان ألوان هكي ملغبسة بتلي ليها شو هاي بئ Sheila بكاسو takeso أميت شو هاي بي أبنا فيتر بالك هاي صورة بالك هاي صورة شو بالك هاي صورة بتلي لي مش واضحة فسر يا عزوي مش واضحة صح بتشفت كيف أمتين بتكون الصورة صورة أمتين الصورة بتاعتي معنيها أمتين الصورة بتلبية غاية وقت اللي بتكون واضحة وقت اللي بتكون تشبه الشي اللي خلقت علي الشي اللي تأسست كرميلو نحنا خلق مناتنا نكون ولادng الله سورة الله وهم بدأت إطراح هذا المفهوم الفلسفية بجوز ولكنه مسيحي بذات الوقت بالطبع ما في فرق بين الفلسفة والإيمان المسيحي الفلسفة هي أنه العقل أنا حركه هي عملية عقلية الإيمان المسيحي هو أنه أنا حرك العقل ولكن مع الله فإذا من ناحية المبدأ ما في مشكلة ريتا معنى الحياة هو مرتبط بكلمة الحقيقة بس قوله وين معنى الحياة كأني عم قول وين الحقيقة ما هيك؟ الحقيقة بالمعنى المسيحي هي لقاء شغلتين الحرية والحب بس سلطة الحب والحرية هاو دي بعملوا حقيقة والحقيقة بتحمل معنا في جملة بحبة كتير أبونا بالمزامير بتقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك فالسرى لو سمحت هالسؤال اللي عم يطلع من قلبي اللي هو هذا الطوق لمعنى الحياة بتوجهوا لعند مصدر اللذي بوقت بنقول اللذي بالمعنى الإيجابي أكيد الحقيقية وبيقول كمان المزمور ضوقوا وانظروا ما قطي برب صحيح فإذن اليوم بسأل هالسؤال حالي هل يا ترى أنا عم استطعم بأله تعفى بين اللي يعرفوا معنى الحياة؟ أشخاص كتير قلال القديسين ليش القديس؟ أنا بستغرب القديس كيف كان يوقف ساعات قدام القربان؟ كيف كان يركع ساعات؟ كان يتلرتس بذلك مارشانبي كيف ترك كل الدنيا؟ صح كيف ترك كل الدنيا؟ نحنا فينا نقول أنه أو منقول أنه عم يعمل إيماتي مش إيماتي أبداً هو يمكن كان بأقصى فرح لكي شو عم يعمل؟ لأنه هون معنى كل الحلقة بتخيل نحنا نفكر أنه المعنى بيجينا من مكافأة وتأخذ المكافأة بإدفع تمانك أنا بصوم وبصلي وهو دي كلهم إيماتات وهو دي كلهم تمن لمحبة ربنا وهو دي كلهم منهم إيماتات وهو دي ممارسات وهو دي تلزز بمحبة ربنا أنا إذا الصلاة إذا ما قربتني من الله شو قلع معنى؟ أنا إذا الصلاة ما كانت الفتاحة محبة ربنا وطلعت منها إنسان معبّة شو قلع قيمة؟ سعيد سعادة بتاعتي سعادة تعشوا عم نعمل اليوم؟ عم نطلع من الصلاة معسبي عم نطلع من الصلاة ونخبت عم نطلع من الصلاة مثل ما فتنا على الصلاة شو عطيتني الصلاة أنا بسأل حالي هالسؤال اليوم هادي مش إهاني لإيمان المسيحي وقت اللي أنا بقرب وبيخد جسد لإسوع وبيرجع مثل ما كنت ما أخدت شي زيادة مش كأني عم يقول له أنت ما فعلت فيه مش عم يقول له ما أنت ما غيرت فيه ريتا علاقتنا مع ربنا هي اللي بتغذينا الصلاة هي أني أنا اتغذى من ربنا القربان اتغذى من ربنا صر الاعتراف هالاعتراف لي هو إيد الله اللي عم تنحط على راسي عم تطهرني من كالخطاية هادي معنى الحياة عم بتنظفني تعطيني السلام معنى الحيات هي أن أعيش مع الله وكل هاو القصص اللي عيشوا مارشاربل كنا عم نقول هاو إيمانتات أكيد لا مارشاربل ليش عمل هيك مارشاربل ليش ترك أمه أنا قوقيت بتساءل ليش كيف قسع ليها هيك مارشاربل هالكتلة الحب كيف قسعها أمه وخليها ورا الباب وقالها تركيني يا ماما ليش لأنه يطلب الحقيقة قالها تركيني يا ماما أنا حبي كله إليك أنت بتعفق قداش بحبك ولكن تركيني أنا بعرف أنه ورا هاو الحيطان في معنى حقيقي بعرف إذا سكرت البيب حالي في معنى للحياة إذا ما قدرت وصلت له هون ما حا أقدر أوصله برا تركيني تركيني اتطلع فيه تركيني انفتحي علي تركيني دوري علي تركيني خاطبني تركيني اسكت تأقدر اسمعه تركيني يكشف لي زيته شو هالنظرة الجميلة للحياة أبونا بارشاربيل اكتشف معنى الحياة أو لا عفوق هديك التلي كان وحده نعم اكتشف معنى الحياة وكان لك أنا لك عم نحكي عن معنى الحياة عم نحكي عن الشخص اللي بعده حي بارشاربيل مش حيب هلأ هلأ قديش من قريبيننا أصدقائنا ميتوا صحيح وفلوا ونحلل لكي الأديسين كيف بيعيشوا ليش لأنه نختاره أنه ندخله بهذا الحب ما الذي يعطي الحياة معنىها الحب الحب يعطيها معنىها ويعطيها أبا ديتا بهذا الكلام الجميل والرائع واللي بيوصلنا هيكي ديريكتو ما أو بسرعة فائقة إلى الله وإلى السعادة بدنا نختم مشاهدينا على الحلقة الجميلة وبدأ أشكرك أبونا بيتر حنة وإتمنى لك السعادة الدائمة لأيك وعائلتك شكرا مشاهدينا فاصل صغير ومنواصل باستقبال ديوفنا وضيفي هو كولونيل جوزيف مسلم والموضوع هو بالابتزاز الجنسي أو حملة ضد الابتزاز الجنسي خليكم معنا اشتركوا في القناة